معكم حول الحدث رمتان عويطية أهلا بكم إنها ثانية وخمس دقائق في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس الواحدة وخمس دقائق في تونس هنا مونتي كارلو الدولية معكم حول الحدث برنامج سياسي ساعة تفاعلية نتوقف فيها عند أخبار متنوعة نقدم قراءاتنا بين السطور من هنا من قلب قاعة تحرير في مونتي كارلو الدولية نفتح المجال لتعليقاتكم أعزائي المستمعين ونتطرق إلى قضايا متنوعة في حلقة اليوم أن تكون صحفيا في تونس هذا هو عنوان حلقة اليوم نصدف اليوم باقة من الصحفيين التونسيين الشباب جاءون من عدة مدن تونسية سفاقص ونابل وجربا وغيرها سنتوقف عندها بالتحديد الصحفيون تعاونوا مع مونتي كارلو الدولية في إطار دورة تدريبية هنا في أكاديمية فرانس ميديا موند التي تضم مونتي كارلو الدولية فرانس بانكاتخ وإذاعة فرنسا الدولية سنسألهم عن عملهم عن مشوارهم عن طموحاتهم عن أحلامهم وعن معنى أن تكون تونسيا اليوم في تونس ما بعد الثورة أطيب تحية فريق معكم حول الحدث مرسي شارجيليان بولو على هندسات الصوت شكرا لك سلمة زرع في الأعداد والتنسيق وأسعد دائما بصحبتكم على مدى ساعة كاملة هذه رماتان عوائطية أهلا بكم قضية اليوم للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 0033969 323314 00339 69 69 32 33 14 إذن نرحب بكم جميعا نحن هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية يعني سعدون باستقبال باقة من الصحفيين الشباب في تونس وهم يأتون من عدة مدن تونسية نسعد بداية باستقبال معي هنا حاتم بحيش بحوش عفوان بلحوش حاتم بلحوش الصحفي بقسم الأخبار بإذاعة المونستير 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 40 كيلو متر عن العاصمة التونسية تونس وهي مدينة بالأساس مدينة ساحلية فيها يعني راديو راديو جيهوي والراديو وهذا يعني ينتمي لمؤسسة الإذاعة التونسية وهي مؤسسة حكومية يعني مش مؤسسة خاصة سنعود إليك حاتم يعني بدأنا بحاتم لأنك الرجل الوحيد في ضمن باقة الشباب والشبات الجميلات التونسيات نسعد بك عيشة بيار عيشة بيار أنت معدة ومقدمة في برنامج مقدمة برامج بالإذاعة الجهوية بمدينة سفاقص نعم أهلا بك أين تقع سفاقص؟ أهلا بك رمتا وشكرا عن كلمات الجميلة هذه والتي في شخص تاسفاقص عاصمة الجنوب هي في الجمهورية التونسية تعتبر عاصمة الجنوب ناس جربة رح يقولوا كلامي تاني لا عاصمة الجنوب لأنها بوابة فعلا لتونس العاصمة ثم إلى الجنوب التونسي يعني هي تقريبا استراتيجية التنقل فيها أسهل ومدينة ثانية بعد تونس من حيث الاقتصاد خاصة ومن حيث عدد السكان معروفة بنشاطها الاقتصادي الكبير يعني سنبدأ اثنين باثنين لأنه أنتم اشتغلتم معنا في معكم حول الحدث حول مواضيع سنصعد بتناولها هنا وأنتم الذين قمتم بإعدادها نبدأ معك حاتم على ماذا يعني عملت في إطار تعاونك مع معكم حول الحدث في معكم حول الحدث حولت أن يعني أعمق يعني معرفتي بقضية المهاجرين يعني الغير شرعيين باعتبار أني اشتغلت منذ تقريبا سنتين بتونس في هذا الموضوع وبهذا الموضوع يعني في طر دراسة ملف يعني الهجرة غير الشرعية سواء بتونس أو بالمغرب العربي أو حتى كي جيت يعني لفرنسا باريس يعني شدتني يعني ملف آخر شدني هو ملف الكالي وهي يعني المنطقة الشمالية الشرقية لفرنسا ولتقرب يعني كثير لبريطانيا اكتشفت أني يعني منطقة ناشيطة وناشطة فيما يخص يعني الهجرة غير الشرعية خاصة الناس اللي يهاجروا من إيطاليا أو من التيريتوار إيطاليا باتجاه يعني البريطانيا وتكون يعني هذه المنطقة الكالي يعني منطقة يعني منطقة عبور يعني خاصة أنه أعتقد أنه فيها يعني بور موجود يعني يقرب حتى المسافة لهذه النوعية من الهجرة غير الشرعية فأردت يعني في طر تعاوني معك رامدان وفي برنامجي كان أتعمق فيه وأكتشف أو أستنتج أو أجد يعني الموضوع تواصل يعني لهذا الموضوع الخاص بالهجرة غير الشرعية فلما قمت بالبحث لقيت أنه يعني هذا المهاجرين غير الشرعيين في الكالي يعني في تزايد يعني خاصة في ظرف 16 تقريبا من جاف إلى جواع يعني كان في حدود 7000 ولا تقريبا في حدود 61 ألف يعني من جنسية مختلفة خاصة الأثيوبيين والإريتريين والأفغانيين وانظاف يعني من خلال فترة البحث يعني متاعي يعني انظاف لهم يعني سوريين وحتى يعني ليبيين وسودانيين واللافت للانتماء أنه فم حتى يعني الأطفال والنساء في الهجرة غير الشرعية فأردت أن أتعمق وأشتغل حول هذا الملف اللي كان مجيئي يعني لبريز يعني فرصة أني على كل حال نحن ساعدون جدا بعملك ويعني نزف للمستمعين الكرام خبر بأننا سننقل استوديوهات البس في معكم حول الحدث إلى مدينة كالي وسنعمل على ما قام به حاتم بلحوش من عمل لكي نقدم لكم واقع المهاجرين الغير الشرعيين في كالي ويعني واقع المخيمات التي تكتض بما فيها من مهاجرين غير شرعيين وكما قلت حاتم هناك العديد من العوائل وهذه صفة جديدة في هذه الهجرة غير الشرعية التي أصبحت يعني مشكل ليس فقط فرنسي أو مشكل لهذه البلدان ولكن مشكل دولي وإنساني فإذا أعود إليك حاتم من حيث مشوارك أنت إذا تشتغل في الإذاعة التونسية في المونستير فإذا إذاعة حكومية كيف تقيم حرية التعبير في إذاعة المونستير الحكومية في تونس اليوم بعد الثورة؟ نعم في البداية تغير المفهوم كانت تسمى مؤسسة الإذاعة كانت تسمى مؤسسة حكومية ولكن بعد الثورة أصبحنا نطلق عليها من الأصلح أن نطلق عليها إذاعة وطنية باعتبار أنه مرفق عمومي لكل التوانس الموجودين فالإذاعة الحكومية عادة تكون تابعة لحكومة معينة فأردنا أن نصلح هذا المصطلح فكيف تعملون إذن؟ هل هناك عندكم أهامش من الحرية في اختيار المواضيع؟ نعم منذ الثورة المكسب الوحيد الذي كان للصحافي وحتى للمواطن التونسي هو الحرية يعني أنه كان مكسب كبير أنه حرية التعبير وحرية التبليغ أفكار وحرية النقد حرية تعبير عن شيء قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي بتونس والصحافي من جملة المواطنين هو الذي اكتسب هذه الحرية بعد الثورة فنحاول أن نستغل هذا الهامش من الحرية وخاصة حرية التعبير يعني ليست حرية يعني السحافي تعرف أنه يناضل من أجل أن يكون حر ومن أجل أنه ينقد ويقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء يقول له أنت أساءت وهذا النقد الذي كان ليس مسموح به في النظام السابق وفي الفترة اللي سبقت الثورة التونسية يعني نحاول أن نشتغل بهذا المكسب وحرية التعبير هل أنت متفائل؟ أنا اشتغلت خاصة على مستوى العمل السياسي باعتبار انتمائي لقسم الأخبار يعني متفائل كثيرا بمستقبل بلادي وهذا يعني ناتج من حب لبلادي يعني أكون متفائل حتى وإن كان هناك نوع من الصعوبات فأنا كصحفي مقتنع أنه نحن في مرحلة انتقال الديمقراطي يعني وهذه المرحلة الانتقالية مثل المخاض يعني صعبة جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي والفكري والأدبي في تونس شكرا جزيلا لك حاتم أنتقلوا إلى عيشة بيار عيشة بيار أنت معدة ومقدمة برامج إذاعية جهوية بمدينة الصفاقص تحدثنا كثيرا عن ما تقومين به تهتمين كثيرا بالثقافة وهذا المجال الواسع الذي يمكنك من الحديث عن مختلف المجالات من باب ثقافي فإذا هل لا حدثتنا عائشة عما فعلته هنا حضرته في إطار تعاونك مع برنامجنا معكم حول الحدث شكرا مرة أخرى لك رامتان في الحقيقة العمل الإذاعي أكيد هو هوس يشغل كل إنسان يقرب من هذا المصدح ومن الميكروفون فالشغل الشغل لي شخصيا هو أنه يشتغل على الثقافة صح وعلى كل المسارات الفكرية والمشارب الفكرية خاصة المواطن التونسي والمواطن العربي بشكل أهم فلما التقيت بك والتقيت بسلمة فرحة جدا وسعيدة بهذا اللقاء وبكل الزملاء أكيد في مونتي كارلو اخترت أنه أنا أرحل بكم وأسافر معكم إلى صفاقص صفاقص اللي تحلم أكيد بالغد مثل أي مدينة تونسية يعني تحلم بغد أجمل وأفضل بإذن الله لتونس والتونسيين اخترت أنه حدثكم عن صفاقص من خلال تجارب الشباب من خلال غيرة الشباب على هذه المدينة من خلال أيضا غيرة بعض الرجال الأعمال يأخذوا على عتقهم المشاريع التنموية يأخذوا على عتقهم النهوض بالإنجازات وبالاقتصاد في مدينة صفاقص كما قلت لك اللي هي المدينة الأولى اقتصاديا في تونس والثانية من حيث السكان فاخترنا نتحدث عن صفاقص تحلم هذه البادرة من الشباب اللي انطلقت في صفاقص ومجال تسير بخطأ حثيثة نحو الأفضل فإذن موضوع كيف؟ هذا سيكون صفاقص تحلم موضوعكم إن شاء الله قادما باعتبار زيارتكم ستكون إلى هذه المدينة قلت هي فكرة تموحة ستغير الواقع من أجر أن يكون صفاقص أجمل فإذن المجتمع المدني الذي يطالب بمزيد من تنمية والتسيير الذاتي للمدينة في إطار الخروج عن هذه المركزية التي اتسمت بها تونس في عهد الحزب الواحد والشخص الواحد والحلم الواحد فإذن هل حدثتنا قليلا عن مشوارك في إذاعة اسفاقص وما تقدميه من برامج؟ أنا أختص في المنوعات المباشرة بالذات كل ما يهم الشأن الثقافي بدرجة أولى لكن هذا لا يعني أن نبتعد عن الشأن الاجتماعي في درجة ثانية عندي اهتمام خاص بالأطفال وبقضايا الطفولة في تونس وفي الوطن العربي وأيضا كل ما يهم الشأن الثقافي كما قلت بكل المشاريع بمتاعه الفنية والثقافية سواء مسرح سينما أدب والإنجازات الأدبية والإنتاجات الأدبية الجديدة وأيضا نهتم في جزء آخر بالرياضة وبالفنون وكل ما يهم الموسيقى والجديد الموسيقي في مناوعات أعتبرها كبرى مقارنة بباقي البرامج لكنها تحاول أن تأتي على جزء معين من المستمع يعني واهتمامات المستمع هذا بدون ما ننسى أن هناك فضاء يومي تقريبا تبثوا إذاعة اسفاقص خذتوا على عاتقها منذ الثورة أنها تكون لسيقة أكثر ما يمكن بالمواطن التونسي في اهتماماته في مشاغله وفي أيضا مشاكله في تغطية المشاكل اسمه نبض الشارع وكل ما يهم الشارع التونسي هذه نقطة هامة لأن هذا الهم أو هذا الهاجس بالتقرب من الشارع ومن هموم المواطن التونسي الذي لم يكن مسموعا قبل هذه الثورة الكبيرة فإذا أنت من بين أقدم المشاركين هنا في هذه الدورة التدريبية يعني عندك أكثر من عشر سنوات خبرة ما الذي لاحظته قبل وبعد الثورة من يعني تعامل التونسيين مع الإعلام يعني الفرق شاسع بون كبير ما بين مكان وما هو عليه الآن يعني الوسائل الإعلام لأنه المساحة أصبحت مفتوحة أكثر ما يمكن على المستمع على هموم المستمع خاصة لأنه تعرف المشاكل كثرت هذه بدون ما ننسى هذا يعني أصبح يجد في وسيلة الإعلام المنفذ ليوصل صوته يوصل صوته سواء كان بالإيجاب أو بالسلب وتعرف أنه كثرت كثيرا يعني المطالب والاحتجاجات بعد الثورة فأول وسيلة أقرب وسيلة ليه يكون وسيلة الإعلامية هو يوصل فيها صوته هذه بادرة أننا نعتبرها إيجابية لأنه لم تعد لوسيلة الإعلام كما قال قبيلة يعني حاتم حكومية هذا المجال الحكومي بين ظفرين أصبحت عمومية لسيقة جدا بالعامة الشعب قبل ما تكون تصور يعني ما يحدث في الحكومة وفي السلطة وفي كل من يتابع الكراسي سنتحدث مع صحفين جاءونا شباب وعيدين من القطاع الخاص ولكن قبل ذلك هل هناك فارق بين القطاع العام والقطاع الخاص من برأيك عائشة؟ يمكنني يحطوك أكثر عليه لأنه أنا نحس فما الفرق موجود برأيك من وجهة عائشة باعتبار أنه معنى ضوابة معينة نشتغل عليها يعني ضوابة الظوابة الأخلاقية وضوابة المهنة الصحفية هذاك شيء لا نختلف حوله يعني لكن ربما هناك مساحة من الحرية اللي في بعض الأحيان أنا نقول غير مسؤولة يعني تحمل مسؤولتي في هذا في بعض الأحيان يعني نفهم الحرية على نطاق واسع جدا في حين هي الحرية مسؤولة قبل كل شيء تخبي من ميكرو شوي؟ الحرية مسؤولية قبل أن تكون حرية هكا بدون حدود يعني أنه ما فيش يعني في تطرق لكل المواضيع بدون تنحيص وفي بعض الأحيان استسهالها حتى الموضوع يعني يكون مجرد إشاعة نترقلها بكل حرية بدون أنه يعني في بعض الأحيان نقول وسائل كل وسائل علام لكن هذا ما أحنا ربما كاننا سق سريع وبعد الثورة أصبحنا نستعجع على كل خبر نسوقه في حين لابد من التحري ولابد من الانتقاء وأخذ الوقت أيضا لازم حتى توصل المعلومة يعني صحيحة للمستمع هذا أكيد جدا شكرا إذن لك عيشة بيار وألتفتوا إلى يعني قبل أن يعني ننتقل إلى يعني ضيوف آخرين من هؤلاء الصحفيين الوعيدين الذين يعني أذهلون بهذه الحماسة التي لهم هذا نوعية العمل الذي يقومون به وهي جيدة جدا نشكرهم على تعاونهم قبل ذلك لنستمع في بداية إلى أول روبرتاج قامت به صحفيتان سندس السعدي مرسلة الإذاعة الجهوية بالقصرين وألف الجندوبي صحفية براديو أكسيجان أف أم أكسيجان في بنزرت تلعب وكلات الأصفار في فرنسا دورا هاما في تنظيم عملية الحج للراغبين في ذلك من المسلمين كما يشرح لنا شكري سعيد صاحب إحدى هذه الوكلات وكالة الصفر مسؤوليتها اعتناب كل ما هو اللوجيستيك حول الصفر اللي هو الحج في حد ذاته هو صفر في القسم السياحي وفي القسم الديني القسم السياحي هي مسؤولية وكالة الصفر بما يتضمن الشراء وحجز تذاكر الصفر كل ما يتعلق بالنقل بين الفنادق والمطارات بعدين في مرافقة الحجاج وزارة الحج السعودية توضع على ذمة وكالة الأصفار الحافلات والتنقلات والخيام قبل مئة المطار تستاذع الحجاج إلى حدة الحصص التدريبية مع أمة مساجد ونفس عند الخبرة ارتفاع تكلفة الحج بالنسبة إلى مسلم فرنسا مقارنة بالدول العربية ترى وكالة الأصفار أن لديها أسباب موضوعية كما يؤكد السعيد الدول العربية الحجج فيها أرخص وهو شيء منطقي لأنك دولة جي عندها عشر ألاف حاج تقدر تضغط على الفنادق لأنها تشتعى عشر ألاف سرير مشكلة وكالة الصفر الفرنسية أنها تجيب خمسين أو مائة حاج رقم بسيط جدا بالنسبة لثلاث ملايين حاج سنوين لذلك قدرتها على الضغط على الأسعار الفنادق والطيران والحافلات ضعيفة جدا اللي يخلي أسعار وكالة الصفر الفرنسية تظهر غالية وتشهد المكتبات الباريزية المتخصصة في بيع الكتب الإسلامية إقبالا في هذه الفترة على الكتب الدينية التي تشرح شعير الحج هذه مثلا حال مكتبة في حي بلفيل الشعبي حيث تقيم جالية إسلامية بأعداد كبيرة الإقبال في موسم الحج على المكاتب الإسلامية يكون عن لباس الحج يعني ما يسمى بالإحرام الحزام أو كتاب الحج يعني كتاب يفصل مناسك الحج وفي بعض الحجاج يأخذون الأقمسة أو السراوين يبدو أن تنظيم رحلات الحج ليس مضمون الربح لوكلات الأصفار الفرنسية بالنسبة إلى تظاهرة يرى بعض الخبراء أن عائدتها يمكن أن تصل إلى 63 مليار يورو من المستفيد إذن من هذه المبالغ؟ فإذن استمعنا إلى هذا الربرتاج الذي قامت به سندس السعدي مراسلة الإذاعة الخاصة بالقسرين إذاعة أسوسياتيف يعني جمعاتية وأيضا مراسلة مجلة ألمانية سنعود إليك أهلا بك أولا أهلا بك أهلا بك عسليمة ومعك الألفة الجندوبي الصحفية براديو أكسيجان أف أم في بنزرت أهلا بك أهلا وسهلا وأهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة من تكرر الدولي فإذن في البداية أتوجه إليك سندس أنت أشتغلت على أنت وألفة أشتغلت ما على هذا الربرتاج بداية سأذهب إلى ألفة بعد ذلك كيف جاءت هذه الفكرة فكرة هذا الربرتاج؟ هي فكرة جاءت من مقدمة البرنامج زميلتكم نعمات المطري كانت قد طلبت مننا أن نقوم بهذا الربرتاج حول وكالات الأصفار وفي فرنسا بالتحديد ودورها في القيام وفي تنظيم رحلات للحج حاولنا أن نقوم بذلك بمساعدة أستاذ عبداللطيف شريف نشكره أيضا على اهتمام كنا قد أتعبناه قليلا لأننا لم نكن نعرف المدينة لذلك كان دليلا سياحيا نشكره هذه الفكرة من أين جاءت؟ حاولنا أن نقوم بما طلب مننا وإن شاء الله أنه أعجبكم أبرز مشكل أو أبرز عائق واجهتموه من خلال هذا الربرتاج ألفة الجندوبي برأيك ما هو؟ أولا كما قالت زميلتي معرفة المكان وصعوبة الاتصال بوكل ممثلي وكلة الأسفار لأنه الآن فترة الحج ومعظمهم مع الحجاج لتأديات مناسك الحج لكن من الطفل وجدنا ممثل عن وكلة الأسفار وكان قد حدثنا بأطناب عن الاستعدادات لموسم الحج وعن حضور الجالية من فرنسا الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج كذلك المناطق التي قمنا بزيارتها هي مناطق يوجد فيها عدد كبير من المسلمين ثم عند تحولنا إلى المكتبات الإسلامية هناك نفور من سؤالات بعض الصحفيين لا أدري لماذا ماذا ستفعلون بهذا الروبرتاج ولماذا ولمصلحة من وفي أي مؤسة فما العديد من السؤال من التخوف ربما للوضع الموجود حالياً الوضع في العالم وما يجري في السعودية وما يجري في العراق وما يسوق في الإعلام أنت قلت الحمد لله أن ربنا فضلنا ولقينا رغم الصعوبات الناس نحكوا لهم لا توجد صدفة يا ألفة في الحياة وبالتالي فهذا شغلكم هذا شغلنا وكنا نحن مطالبين بإعداد وإنجاز الروبرتاج لحسة مباشرة ويجب على الصحفي أن يتحمل جميع الصعوبات والمخاطر لإنتاج شيء يمكن أن يرضي بقليل أو بكثير المستمع الذي له الحق في الوصول إلى المعلومة ونحن دورنا هناك صحفيين أعطاء المعلومة للمستمع في أي نقطة من العالم فمن ناحية الزاوية التي اخترتموها للقيام بهذا الروبرتاج من ناحية عدد الكلمات عدد الدقائق وهذا مهم جدا في الراديو هل وجدتم اختلاف بين طريقة عملكم في إذاعتكم مثلا في إذاعة القصرين الإذاعة الخاصة التي تعملين بها أو في إذاعة أكسجين أف أم في بنزرد أولا سوندوس إحقاقا للحق الروبرتاج في الإذاعات التونسية ليس بالشيء المعتاد على الاستماعي يمكن أن نسمع له دائما هي فقط تكون مرسلات مثلا تغطيات أو ما شبه ذلك لكن الروبرتاج شيء جديد يمكن لم نعهده في الإذاعات الخاصة يعني لم نعهده بكثرة ليسا لم نعهده أبدا فحاولنا أن نقدم مادة ترضي المستمع مثل ما قالت ألفة عن نقطة الزاوية التي اخترنا منها التطرق إلى هذا الموضوع هي زاوية كانت في البداية زاوية أخرى لم تكن هذه الزاوية لكن مع تصريحات التي استطعنا أن نتحصل عليها من المستجوابين أردنا أن نغير الزاوية لتكون دور وكالات الأصفار والصعوبات التي تعترض وكالات الأصفار وختمنا مثل ما رأيتم بسؤال يفتح المجال لمقدمة البرنامج لأن تتطرق أكثر لمسألة هذه السوق لأنها السوق يمكن أن تجلب المملكة العربية السعودية أكثر من 63 مليار يورو وهذا مبلغ هام كان صاحب وكالات الأصفار قد قال بأن هذا المبلغ يتنافى معه موجود من خدمات في المملكة العربية السعودية فأردنا أن تعلمين بأن بعض الناس يقولون بأن الصحفي يبحث عن المتاعب نحن لن نبحث عن المتاعب ولكننا نريد أن نعري بعض الحقائق التي لا يمكن للمواطن العادي أن يعرفها وهذا هو دور الصحفي أن يعري ما ليس جيد وأن يكشف الحقائق لكي يفهم الناس الواقع وما يقدم لهم الصحفي ليس من وظيفته أن يخدم أية مؤسسة أو أية سلطة مهما كانت فإذن ألفة أنت قطعت الروبرتاج يعني الروبرتاج وعملت له منتاج فإذن كيف من ناحية تقنية وجدت العمل هنا وفي تونس بالنسبة أنا سعيدة أعبر عن تجربتي لأني أول مرة أشتغل على هذا البرنامج التي نتيا التي قمنا به بالمونتاج وهذا نشكر جابرييل وقت الذي قمنا بالأسبوع من التكوين في إينا إكس بير مع جابرييل ومدام فلورانس كانت أعطتنا مجموعة من الضوابط ومجموعة من الدلائل كيف أن نقوم بروبرتاج وكانت لنا الفرصة في إذاعة منتكارلو الدولية لتطبيق ما كنا قد تكوننا عليه وكذلك لم أكن أتصور أني سأستطيع أن أقوم بالمونتاج بسهولة وأن أساعد صديقاتي في القيام بالمونتاج بهذه الطريقة لأني أول مرة أشتغل على هذا البرنامج وكذلك أول مرة أقوم بعملية المونتاج لأن في تونس وفي إذاعة أكسجين مثلا هناك تقنية يقوم بعملية المونتاج والصحفي يقف ورأه ليقول له أقطع لي هنا وهنا ثم يستمع ويقوم به هنا في التجربة في إذاعة منتكارلو وأقولها مجموعة أنا سعيدة أني قمت بالعمل نحن الصحفي متعدد المواهب أتونسيون أحنا ممكن مدللين فيه الصحفي مقدم ومحرر وكل شيء وحتى مغني أحيانا لا أضحك بطبيعة الحال فإذن نتحدث عنك ألفا عن راديو أكسجين أف أم في بنزرت هو راديو محلي هو راديو خاص هي إذاعة جهوية خاصة لها عدة مواضيع تشتغل عليها وبالخصوص المواضيع التي تهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وهي الإذاعة أقول والإذاعة الوحيدة التي تهتم بهذا المجال ونحاول أن نوفق في تأدية هذه المهمة وإقناع المواطن لأنها إذاعة جهوية وتهتم بإعلام القرب إقناع المواطن بضرورة المحافظة على الوسط الطبيعي وعلى المحيط وبالتالي المحافظة على البيئة وربما تتطور إلى داخل الجمهورية ولكن مع وجود التقنية الحديثة والأنترنت يمكن أن تصل إلى أي مستمع في أي نقطة من العالم يستطيع أن يستمع إلى أداة أكسجين كذلك لوجودها في بنزرت له العديد من الاعتبارات لأن بنزرت هي في رأس الخريطة وتحيط بها البحر والجبال والغابات ربما هذا ساعدنا على الحديث على المجال البيئي والطبيعي للمحافظة عليه للأجل القادم هذا مهم جدا لأنه لم نعتد في الدول العربية لا أريد أن أعمم لك لا يغضب مني مستمعون الكرام هناك ناشطون بيئيون في بيروت وفي الأردن وفي عدة بلدان وفي مصر لكن لم نعتد على هذه الإذاعات المحلية الخاصة التي تخصص كل مجهودها للبيئة فشكرا أنك يعني علمتنا شيء اليوم شكرا ملاحظة بعد أدنك كذلك بعد الثورة لسحافة الاختصاص أصبح لها أهمية كبرى في تونس عندما تكون صحفي مختص في السياسة أو صحفي مختص في الاقتصاد أو صحفي مختص في البيئة هذا ما نحاول نحن جميعا كصحفيين أن نوفره للمواطن ليكون صحفي له أهمية في إيصال المعلومة عندما يكون مختص في هذا المجال لإقناع المواطن وإيصال معلومة جيدة ودقيقة للمستمع شكرا جزيلا هذه أول مرة أسمع عن هذه الأشياء الجميلة جدا سوندوس أنت تنشطين أو تعملين في إطار إذاعة خاصة بالقصرين القصرين التي تشهد هذه الأيام يعني اضطرابات من ناحية الجماعة التكفيرية والمواجهة مع الجيش التونسي إلى ما إذا لها ذلك كما تراسلين مجلة ألمانية الفرق بين عملكي بالنسبة للإذاعة الخاصة بالقصرين وإلى المجلة الإعلامية الألمانية ما هو الفرق بالنسبة إليك؟ هو ملاحظة أنا كنت مشاغبة جدا عندما كنت صغيرة ولذلك عندما دخلت فيه عندما أصبحت صحفية أصبحت وأبحث عن كل ما هو تحقيقات في مواضيع يمكن أن تقلق ليس بمعنى تقلق بالمعنى السلبي لكن المعنى الإيجابي أي أن تعري بعض الحقائق أن أتطرق إلى مواضيع يمكن أن تكون لتبوء في العالم العربي أن أتطرق إلى مشاكل تغطيها الحكومة يبدو أن يبحثوا عن المتاعب فعلا لكن هذا هو المجال الذي أحبثه الاستقصاء يعني الاستقصاء أو التحقيقات مثلا هناك منذ فترة اشتغلت بمعمل للنسيج فقط لكي يتعرف على أوضاع فتيات في المعامل ولم أستطع أن أكمل أكثر من شهرين لأنهم فعلا أوضاع مزرية تذكرينني بالعالم السوسيولوجيا بيير بورديو الذي كان يذهب الذي ذهب مثلا إلى قرى في الجزائر وعمل مع المزارعين لكي يكتب كتابا سوسيولوجيا وهناك الكثير من السوسيولوج يعني علماء السوسيولوجيا الذين قاموا بنفس العمل فإذن برافو يعني فإذن عرفنا أنك مشاغبة وتبحثوين عن المتاعب هذا مفروق منه وهذا جيد جدا بس الفرق بين أنه همش الحرية وهمش ونوعية التعاطي مع الخبر في إطار إذاعة خاصة وجمعاتية جمعياتية فإذن شكرا للتصحيح جمعياتية وفي إطار تعاون مراسلة مجلة ألمانية ما هو الفرق؟ الفرق أنه مراسلة إذاعة القسرين في التعامل مع الخبر نعم في تونس لذلك فأنا أقوم فقط بتغطية محايدة أنقل فقط الخبر مثلما نعلم أن الخبر مقدس والتعليق حر إذن أقوم فقط بإيصال الخبر لكن مع المجلة الألمانية أقوم مثلما قلت بتحقيقاتي أنني يمكن أن أقدم زوايا أخرى ليست زوايا عامة بل زوايا خاصة جدا يمكن أن تعري أكثر مشاكل لكن كنت قد اشتغلت أيضا مع إذاعة أخرى وفعلا أحقاقا للحق كانت هناك نسبة من الحرية للتعبير عن الرأي وأذكر مرة بأن عضو أحد الأحزاب قد قد كان متقلقا بعض الأسئلة التي قمت بطرحها لا ولكنه أجاب عنها هذا يعبر عن قوة الأعلام تحول الأعلامي بعد الثورة أنا لم أشتغل قبل الثورة في الصحافة لذلك لا يمكنني أن لكن حسب ما يقول زملائي الذين اشتغلوا قبل أربعة جنفة في الصحافة وبعدها هناك هامش جيد من الحرية لكن المشكل أن لا يتم استغلال هذا الهامش في جوانب إيجابية فهناك أحيانا لا مسؤولية في طرح الخبر هذا ما قالته عائشة من قبل عائشة بيار من إذاعة صفاقس فإذا أنا سألتها على الفرق بين الإذاعات الخاصة والإذاعات العامة برأيك هل الفرق في هامش الحرية أو في المسؤولية في تعاطي مع المعلومة ما هو الفرق؟ الفرق بين أولا لكل مؤسسة أعلامية خصوصيتها وكل مؤسسة أعلامية تتبر مدرسة بحد ذاتها لكن في المؤسسات العمومية يمكن أن نقول بأن هامش الحرية في بعض الأحيان يكون أكثر لأن بعض الإذاعات الخاصة أو المؤسسات الأعلامية الخاصة بصفة عامة تكون تحت سلطة رجال الأعمال الذين طبعا سيستغلون هذه المؤسسة الأعلامية لأجل مصالحهم لذلك يمكن أن نقول بأنه والشهد يحفظ ولا يقص عليه طبعا هناك مؤسسات خاصة تشتغل لحسب بعض الأحزاب وهناك مؤسسات خاصة تشتغل فقط لإيصال المعلومة للبحث عن الخبر للبحث عن ما وراء الخبر والمؤسسات العمومية في بعض الأحيان تكون تحت سلطة الخط التحريري لرئيس تحرير أحيانا يكون تابع لبعض الأحزاب طيب السؤال الذي أريد أن أطرحه محمد الصالح مجيد هو صحفي من تونس وزميل مستمع نسعد به لأنه يتابع برنامج معكم حول الحدث كثيرا يقول اسأليهم من فضلك يا رمتان عن ضعف التكوين في معهد الصحافة الذي يصدر كل سنة من لا يحسن الكتابة بالعربية أو بالفرنسية يعني يا محمد الصالح إذا كنت تستمع إلينا سندس لم تدرس صحافة أليس كذلك؟ أنا درست آلية وأعلامية صناعية لكن هناك من اشتغلوا معي ودائما أقول أشهد يحفظ ولا يقصوا عليه هناك منهم من الجيل الجديد من من تخرجوا من معهد الصحافة وعلوم الأخبار وفعلا لديهم مستوى مهني جيد جدا وهناك مثل ما قال من لا يستطيعون حتى تركيب جملة بالعربية؟ ألف كيف نفسر هذا بالنسبة لك؟ معكم الاحتراماتي للزمالي الصحفيين الجدد والقدامة يبقى التكوين في معهد الصحافة علوم الأخبار تكوين له أهمية جيدة لكن دور الصحفي كبير لا يقتصر الصحفي على التكوين الأكاديمي فقط يجب على صحفي الإجتهاد والبحث لأنه غدا سيشتغل بمفرده لوحده وسيكون قدوة للصحفين الذين سيأتون بعده لذلك يجب أن يكون في مستوى التكوين وفي مستوى المكوينين الذين أحييهم من راديو منتكالو الدولية الساتذة لهم خبرة جيدة ومكوينين أكفة ولا أحد يشك في هذا هذا لوم أو عتاب صغير إلى الدارسين في مجال الإعلام والصحافة لأنه في تونس هناك مؤسسة واحدة تدرس الصحافة وعلوم الأخبار لذلك يجب على الدارس أو المتكون في معهد الصحافة أن يكون في مستوى المعهد الذي ينتمي إليه ويعطي صورة جيدة للمكوينين الذي يتكون عندهم لتكون الصورة في وجهنا جميعا كصحفيين قدامة أو جدد وهذا يثير في نوع من الأساء لماذا يوجد صحفيين بهذا المستوى وهم يمثلون مع الصحافة وعلوم الأخبار شكرا لك يا ألف أنت عملت صحافة عملت ذلك تدافعوني عن المعهد نعم ودعف على المعهد نعم لأني أغار على المعهد وعلى الأساتذة الذين أراهم في أي مكان يفرضون أنفسهم ويكونون قادرين على فعل أي شيء يطلبوا منهم أو يجتهدون لإرضاء المسلمة حق رمتان عفوا كلمة كلمة فقط أنا كنت قد قمت بعديد الدورات التكوينية وكانت على يد أكفاء من معهد الصحافة وعلوم الإخبار مثلا أستاذ جامل زدران مدام عبو فإذا يا محمد الصالح مجيد المشكلة ليس في معهد الصحافة المشكلة في الصحة في تونسي شكرا لكم ننتقل إلى روبرتاج ثالث روبرتاج سنستعمله لأننا موتيكال الدولية ستنتقل بمعكم حول الحدث إلى تونس لمواكبة الانتخابات التشريعية التونسية المقبلة وسنستعمل هذا الروبرتاج الذي أنجزته أمل القادري وحبيب كريم تونس تنتخب برلمانها ورئيسها المقبل في الأيام القليلة القادمة هو حدث تاريخي يلقي بذلاله داخل البلاد وخارجها لتستعد الجالية التونسية بالخارج لهذا الاستحقاق الانتخابي كجزء لا يتجزأ من الوطن الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا واحد على قدم وصاق لضمان نزاهة وشفافية انتخابات تحدد مصير تونس في الخمس سنوات القادمة رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا واحد محمد كرير والتحذيرات للمرحلة المفصلية التحذيرات الهيئة الفرعية هي توفي وسط المسافة تمت زوز مراحل المرحلة الليeye تأتي الطسجيل ومرحل اللي medidas الترشحات وتوافي بصدد تحذير مكاتب الاقتراع وتحذير الهيئات اللي مش يصرف على مكاتب الاقتراع والمرحلة الجاية هي يوم الانتخابات والنتايج وقبل ذلك الحملة الانتخابية ثم يوم الانتخابات والنتايج البرحة التي نحذر فيها هي مكاتب الاقتراع تقريباً عنا المكاتب الكل 80 مكتب في فرنسا واحد عنا 80 ألف ناخب مسجل في القائمات الانتخابية وعنا في اللاسة بشقومة بالمكاتب الاقتراع عنا 500 مترشح وحاجتنا تقريباً 400 شخص والحملة الانتخابية في الخارج تبدأ نهار 2 أكتوبر في المقابل العزوف عن الانتخابات ومقاطعتها أصبح قناعة لدى البعض من الجالية التونسية من الذين لا يعلقون أمالاً كبيرة لا على هذا الموعد ولا على ما سوف ينبثق عنها ومع اقتراب الموعد الانتخابي تحبس أنفاس تونسيين من مرشحين وناخبين على حد السواء ليكون يوم الانتخاب الفيصل وتكون في الأخير الكلمة للشعب وتكون في الأخير الكلمة للشعب لا بأس أن نعطي الكلمة هنا لمن قمت بهذا الروبرتاج استمعنا إليك أمل القدري أنت صحفية في إذاعة أوليس أفآم بجربة بمدنين تحديداً تحديداً بالجنوب الشرقي للجمهورية التونسية أهلاً بكي وحبيبة كريم صحفية في رئيسة قسم الأخبار بإذاعة نفزاوة بقبلي قبلي والله قلت ما نغلطش وغلط بقبلي بالجنوب الغربي ربما رحت للجنوب الشرقي بس حتى ما رحتش للجنوب الغربي طيب نبدأ معك أمل أنت كيف اخترت زاوية هذا الروبرتاج موضوع الروبرتاج اللي عملتها لإذاعة منتكارلو الدولية أولاً تحية لك رامتان تحية لكل مستمعي إذاعة منتكارلو الدولية أتشرف أكيد بهذه الاستضافة زاوية نظر في هذا الروبرتاج كانت استعدادات الهيئة الفرعية بفرنسا واحد للانتخابات في تونس نعلم جميعاً أن تونس الآن على أبواب مرحلة مصيرية تكاد تكون مصيرية في تاريخ البلاد بل هي كذلك هي كذلك فعلاً بعد مرحلة الانتقال الديمقراطي وبعد الثورة أحببنا لو نعرف كيف تكون مظاهر الاستعدادات في فرنسا نعرف أن الجانية التونسية تمثل 10% من الشعب التونسي ولها وزنها أكيد من حيث الأصوات في الانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية أردنا انتباعات الناخبين هناك من وجدنا من هو موافق ومن هو لم يسجل أو لن ينتخب حتى نظراً لضبابية الوضع السياسي في تونس أيضاً سعينا إلى محاورة رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا واحد لمعرفة الاستعدادات الأخيرة ونحن على أبواب فترة الانتخابات في الأيام القليلة القادمة كانت له توضيحات بالنسبة لكيفية الاقتراع كيفية التسجيل يوم الانتخابات أين كانت لدينا فعلاً معرفة لم نكن نصل لها لو لا سيدة عبدالطيف الشريف تحية له أكيد عبدالطيف الشريف تحية وهو مساعد رئيس التحرير من أسرة مونتي كارلو الدولية أو نائب رئيس التحرير إن صح أتعبير فإذن أعود إليك حبيبا كريم أنت رئيسة قسم الأخبار بإذاعة نفسها ويقبل لي قلتها مرة هذه من لحظة فإذن كيف أنت رئيسة قسم أخبار وتأتينا تذهبين تعملين روبرتاج بالنسبة لك يعني التعلم دائماً أكيد التعلم دائماً في البداية يعني شكراً لك وشكراً تحية لكل مستمعي مونتي كارلو أنا صحفية بإذاعة نفزاوة اللي هي إذاعة جمعيتية ربما تختلف إذاعة نفزاوة عن بقية الإذاعات لأنها إذاعة جمعيتية بها ثلاثين شخص كلهم متطوعين يعني لا فرق عندنا بين رئيس قسم الأخبار أو الجميع يشتغل لمصلحة الإذاعة ومصلحة الجهة اللي يعني جهتنا اللي هي قبل لي اللي هي جهة منسية في الزمن السابق ما عندهاش مؤسسة إعلامية صحيح هناك إذاعة قفصة اللي هي تبعد عنها بعض الشيء ولكن مفهماش إعلام محلي اللي يتحدث عن اهتمامات أهالي هذه الجهة وأوجاحهم كل ما يعني يوصل صوتهم كما قلت أكيد الصحافة هي عمل ميداني متعدد العمل الصحفي وعمل ميداني بالتالي نقوم بكل شيء إن كان مرسلة أو ريبرتاج أو انترفيو أو أي عمل صحفي ميداني فأنتم إذن يعني متعددوا المواهب وهذا لافت يعني هل في العمل في الإدعاءات المحلية الجمعاتية سأتعلم هذه الكلمة فإذن هل في هذا العمل هناك يعني هل يمكن أن نقول بأنها نعمة وليس نقمة لأن محدودية الإمكانيات تجعل من الصحفي يعني أكثر من صحفي في الوقت نفسه بالمقارنة مع المؤسسات الكبرى التي تقسم العمل وتجعل مثلا المقدم لا يستطيع أن يعرف كيف يحضر أو من المونتاج لا يعرف كيف يكتب هل تعتبرينها نعمة؟ أكيد نعمة لأن الصحفي يعني يجب أن يشمل كل الاختصاصات يجب أن يكون حاضر للقيام بكل التفاصيل لتقديم عمل بشكل ممتاز يعني حسب انتظارات المستمعين ففي راديو نفزاوة مثلا كنا يعني ندير كل العمل بأنفسنا نقوم بالمراسلات زي ما حكيت لك الإطار ككل يقوم بالعمل مع بعضا نقوم بعدد الأخبار تقديم الأخبار المونتاج كل يعني العمل أو كم من متطوعة في الإذاعة؟ الإذاعة تشمل 30 متطوع عدد كبير نعم قسم لبأس به من الصحفين خارجي محل الصحافة أيضا اختصاصات أخرى كالتنشيط تقنيين أيضا هناك اختصاصات أخرى كاللغات لكن هناك عشق وحب للصحافة والإعلام يعني من بين أجمل ما استمعت إليه يعني في حديثي معكم هنا وفي كافيتيريا الإذاعة أنه هذه الروح هذه النار المتوقدة فيكم ويعني شفنا حتى أنه رغم عدم وجود إمكانيات أنه في هذا العشق للعمل الصحفي هل تعتقدين بأن هذه الروح المتجددة نشأت أو ولدت أو جاءت بعد الثورة أو قبلها؟ ربما بعد الثورة يعني الحرية كانت أوسعة بالنسبة لراديو نفزاوة ولد بعد الثورة فزي ما حكيتي يعني هو شعلة من الحماس والطموح الكبير اللي خلق يعني مولود إعلامي مؤسسة إعلامية في المستوى إنها تمثل منطقة ولاية قبلي وتكون في المستوى يعني المطلوب المستوى المطلوب اللي يكون يعني في مستوى المقيس العالمية وربما دولية بالضبط نسعى لتقديم عمل صحفي في مستوى عالي نسعى إلى المهنية إلى الخلق إلى الإبداع إلى تمثيل منطقتنا إلى تمثيل تونس على أحسن وجه جميل جدا هذا الكلام عوض إليك أمل القادري هل حدثتنا عن إذاعة أوليس أفأم في مدنين؟ إذاعة أوليس أفأم هي إذاعة جهوية محلية جامعة سياسية ثقافية اقتصادية ترتكز بالأساس على مشغل الجهة تحدينا جهة جربا وولاية مدنين بصفة عامة والجنوب الشرقي بصفة عامة نركز خاصة أنا من قسم الأخبار صحفية بقسم الأخبار نركز خاصة في أخبارنا على الأخبار الجهوية نتناول الأحداث الجديدة في جهانا تعرفون رمتان ما يحدث مؤخرا في جزيرة جربا من الوضع البيئي المتأزم نحاول يوميا أن نركز على هذه المسألة الحدث الجديد في هذه القضية مشكلة النفايات في الجزيرة مشكلة كبيرة جدا أيضا الاحتجاجات بالجهة مطالب لأهل الجهة يتصلوا بنا العديد من أهل الجنوب الشرقي ليس فقط مدنين بنجردان جرجيس قابس تطوين يتصلون بنا لإيصال أصواتهم نحاول ذلك أكثر من ما يمكن وأكثر من ما نستطيع لأن أخذنا على عاتقنا أن إذاعة يوليسا فام هي إذاعة صوت الجنوب الشرقي أهل الجنوب الشرقي ولماذا أوليس؟ اسم جميل أوليس هو أسطورة داخل في الأسطورة لجزيرة جربا نعرف أن جزيرة جربا جزيرة سياحية وغنية بالتراث التراث التقليدي أيضا التراث الحذاري من حيث أسماء عريقة جاءت إلى جربا أيضا إليس هو أسطورة قدمة إلى جربا قديما وبرزت في عهد جزيرة جربا لهذا قررنا أن نسميها إذاعة إليسا فام سعيدنا جدا بكم سؤال أخير ربما يتبادر إلى الأذهان كيف أنتم في وسائلكم الأعلامية المحلية تنظرون إلى ما يقدم على مستوى الأعلام العربي من تريد أن تجيب؟ سندس؟ يلا يا مشاغبة الأعلام العربي إيه؟ وش رأيك فيك؟ رأيي بكل صراحة بكل صراحة الأعلام العربي أحيانا يرتقي إلى مستوى أعلام دعينا نتكلم عن الأعلام بصفة عامة لأنني إلى الآن لم أرى أي مؤسسة أعلامية فعلا تحظى بحيادية تامة هناك دائما إن كانت محايدة في هذا البرنامج فسيكون البرنامج التالي غير محايد وهكذا دواليك لذلك نحن نعاول على الجيل الجديد جيل لم يتربى على دكتاتورية جيل لم يتربى على أن يعبر عن رأيه بصراحة جيل يمكنه أن يقوم فعلا بالتغيير جذري في الأفكار لمجتمعات عربية يبدو أن أفكارها قد صدئت وولى عليها الضهر ما شاء الله شو هالكلام الجميل جدا ألفا الحياد والموضوعية بالنسبة للمؤسسات الأعلامية العربية هو من المنشود بالنسبة للصحفيين العاملين في هذه المؤسسات كذلك نتمح إلى التطرق إلى المواضيع وخاصة الأوضاع التي تصير في العراق وسوريا والتدخل أمريكا بشكل موضوعي مهني حتى تصل أقرب السورة إلى المستمع ليستطيع أن يفرق بين الأحداث ولا يتكاثف التكفريين يعني تصل الصورة ولا تصل الأجندة ما رأيك حبيبة كريم في أكيد وسائل علامة تختلفة هناك منها من يلتزم الحياد ويسعى إلى إيصال الصورة كما هي وهناك يعني من يسعى إلى أو ربما بطريقة يعني غير مقصودة يعني عدم التزام الحياد بالتالي فالحياد والشفافية هو الهدف الأول والأخير هناك من يقول بأن الإعلام الغربي الإعلام كل الإعلام له أجندته بطبيعة له خطه التحريري وليس أجندته فإذن كل يقول هناك يعني إعلام غربي يسوق أشياء معينة ونحن من واجبنا أن ندافع عن المسكوت عنه وأن نسوق أشياء أخرى لا تقال في الأعلام الغربي أمل القادر ما رأيك في هذا هذا الكلام أكيد سيكون صحيحا أن نعرف أن توجد كفاءات متميزة في العالم العربي من صحفيين لو استغلناهم فعلا بكلمة حرة وبحيادية سيكون مستوى الإعلام في العالم العربي متميز أكثر من الإعلام الغربي ولكن العائق دائما هو هذه الأجندة أو ما يريد رجال الأعمال أو أصحاب المؤسسات الإعلامية في العالم العربي تسويقه لذلك هناك بعض الصحفيين من ينساق وراء هذا الطيار والتحدي هنا أن نظل دائما على مستوى من الحياد والشفافية وذلك ما نسعى لإله دائما شكرا شكرا جزيلا لكم استمتعنا برفقتكم من موتيكا للدولية أحلى تحية معكم حول الحدث اشتركوا في القناة